تحية عاطرة إذن القسم الثاني من مداخلاتنا حول العقلاني والعقلاني فذيلة العقلاني المعرفي ورذيلة اللاعقلاني الوهمي ستكون بعنوان هل العقلاني وغير العقلاني لاحتفظان بالأحرى بعلاقة جدلية متبادلة وهكذا فإن العلاقة بين العقلاني وغير العقلاني التي كانت تتمحه في البداية على التعارض بينهما تتحول تدريجيا إلى علاقة ديناميكية جدلية وكما تمكن من أنرى ذمنيا في الواقع اللا يتقابل العقلاني وغير العقلاني ألا أن يكون في النهاية المطافي علاقة جدلية بحثوا شكلين نوع من الوحد أو على الأقل الحوار مع بعضهم البعض نبدأ العقلاني كقوة دافعة للعقلاني ريمكننا في الواقع أن نرى في نهاية المطاف من خلال نص مثلا أفلاتون يعني أن خاصة في محاورة ربما التيتيت وأيضا في محاورة برمينيتس وفي محاورة التماوس وفي محاورة الفيليبس أن العقلاني لا يتم تعبير عنه أبدا كما هو الحال عندما يتم ممارساته على مسألة واحدة في هذه الحالة عندما يتم الاشتغال على مسألة أخرى وهنا يظهر مبدأ العقل للنفس الإنسانية كرمتها وتتجلى كرمته لذلك يجب التفكير في اللاعقلاني وفقا للنموذج لهيق للعمل السلبي يعني العقلاني كسلب لللاعقلاني وبالتالي يكي نصل إلى العقلاني ينبغي أن نمر بمرحلة اللاعقلاني يعني وفقا للنموذج لهيق للعمل السلبي أو عمل السلبي أو عمل النفي فهو في الواقع ما يتعارض مع نفسه باعتباره محرك العقلاني وهذه تطلب المقاومة حتى نتمكن من ممارستها هذه العوائق هي نفس المعطيات التي يمارس عليها فضيلته والتي تسمح له بالخروج من نفسه والقول أننا لن نتعامل مع عقلانية ميتة بل مع عقلانية حية إنما مع عقلانية حية جدلية ديناميكية متطورة في سرعة مع يوعيقها ومع صعوبات التي تتعرض إليها إن العقلاني إذن إذا استخدمنا كلمة هيق لا يتحقق من خلال المعارضة للتقدم لا شيء يتفوق على وجود خصوم نشيتين وهكذا يمكننا القول أنه حتى اللاعقلاني باعتباره حدا دائما والوروحية والغموض والسر واللغز والوهم وغير ذلك وهو ما يتعلق قبل كل شيء بالعلوم يمكننا نسميه اللاعقلانية المعرفية هو ذلك الذي بدونه لو يمكن العقلاني أن يكون متوافقا مع نفسه أو والتي دونها اللاعقلانية والتي دونها سيكون محكمة عليها بالوقوع في الجمهود ويصبح شيئا من التقليد أو التحييز وبهذا المعنى يبدو أن اللاعقلاني هو في نهاية المطاب سبب وجود العقلاني وهو مبدأ إمكانية العقلاني أو شرط إمكان وجوده وخيمه بالمعنى الكانتي الموقف الذي يوسي بيرفض إحتاء العقل في مواجهة مظاهر معينة ويسمى بالتالي غير عقلاني أو بمثابة منع العقل من التقدم ولذلك فإننا هنا مجبرون على الرد على باسكال بأنه من الخطأ القول بأنه لا يوجد شيء يتوافق مع العقل مثل إنكاره كما قال في القطعة 182 من يعني الشذرة 182 من الأفكال من كتابه أفكال أو بونسي الذي يمكن ترجمته أيضا بالخواتر خواتر باسكال في الواقع يمكن أن نرى عبر تاريخ العلم أن وجود العقلاني هو ما سمح العقل بتغيير منهجه مما يعني أن يكون فعالا لأننا نعلم أنه منذ برمينيس فلاتون محاول برمينيس تم تهريف العقل كقوة جدلية كما عدم التمسك بالنفس وعدم الاعتياد بها هذا آه في الثاني آه قلنا العقلاني أو العقلاني كقوة دافعة للعقلاني بقى لا يوجد عقلاني في حد ذاتي لا يوجد عقلاني في حد ذاتي وإنما في حوار مع اللاعقلاني وإن ثم يبدو واضح أن العقلاني لن يكون موجودا دون اللاعقلاني وهذا يعني بوضوع أنه لا يمكن أن يكون هناك أي شيء عقلاني في حد ذاتي غير قابل للتغيير مطابق ذاتي ولا يحتاج إلى شيء آخر غير نفسه ليوجد وذلك باستخدام التعريف السبينوزي لله الذي يظهر في الجزء الأول من كتاب الأخلاق ونحن هنا نكرر فقط الملاحظة الأساسية لفيزي المعاصر وهي أن العقلاني فقط امتيازها المطلق والحوار مع الآخر أو مع غير العقلاني قد كان على العقل أن يغير أسليبه في مواجهة ضوار مثل الفوضى والتعقيد والإمكان في حين أننا لو قررنا أنه يتعين علينا أن نتعامل هنا مع ما هو غير مفهوم وغير عقلاني في ليس من وجب العقل التعامل معه لما كنا قد تقدمنا خطوة أمام بعض السمات الأساسية للواقع التي كان يحجبها العقل بشدة نتاضحها بكل شيء من عجل البساطة المثالية هو عمل غير مجدي في الواقع عمل العقلاني غير مجدي وفرق هو عمل يعني عمل العقلاني غير مجدي وفرق وكأنه من تحسين الحاسر يدور في مجموعة من مجموعة من البديهيات فالعقل ليس على العكس لذلك قد تجيز ولذلك يجب أن نتحلى بالجرعة اللي يجب أن نعود إلى الواقع ونهجم على الواقع جرعة حتى لو رأى العقل نفس الفترة معينة في أزمة أو في حالة عدم توازن كما نرى اليوم لمواجهة ما يبدو بشكل مباشر تمرد على المعنى يعني بأن يقول لنفسه لماذا تمرد على المعنى لمواجهة تمرد على المعنى بأن يقول لنفسه لماذا لا يكون من اختصاصه الانسياع لما يبدو غير عقلين هذا السؤال على غير من الأهمية لماذا لا يكون من اختصاصه من اختصاص العقل من اختصاص العقلين العقلين الانسياع لما يبدو غير عقلين لماذا لا يحاول التكيف معه ماذا له غير أساليبه منذ ذلك الحين نرى أن مسألة معرفة ما يشكل استجابة عقلانية أو طريقة عقلانية لحل المشيكل تتغير باستمرها أو تسقط هنا في التاريخ يتغير المثال العقلاني عبر التاريخ فنحن نعلم على سبيل المثال أن الثورة القليلية النيوتنية حولت نسبة إلى قليلية علم الفلك الإيطالي ونيوتن عالم الفلك أو العالم الفيزياء الإنجليزي حولت بشكل عميق المثال العقلاني الأروسي ولذلك اللي ينبغل العقل أن يتنازل في وجه اللاعقلاني بل يجب أن يحاوره ويتطور من خلال اتصال به وبدل من التمسك بالمعايير الكلاسيكية والإعلان عن أن أي شيء يتعارض معه غير عقلاني يجب علينا أن نكيف العقل مع هذه الحقاق الجديدة وهذا ما يفسر لماذا ما كان يعتبر فضيح من قبل العقلاني الكلاسيكيين لم يعد يعتبر اليوم غير عقلاني على الإطلاق بالعكس من ذلك باعتبار قمة العقل أي أن هذا السبب يقبل كتفسيرات عقلانية نماذة تفسيرية تشتمل على عناصر من الخيال الخالص ومتعددة البناء والهيكل والتسلسلات الأقل تحديدا وهذا هو عهد ما نسميه التفكير المعقد جيم كما أنه يعني بعد حديثنا في مرحلة الأولى على اللاعقلاني كمحرك هو دافع للعقلاني وفي مرحلة ثانية ليوجد عقلاني في حد ذاتها وأنه ما في حوار جدلي مع اللاعقلاني في مرحلة الثالثة جيم كما أنه ليس هناك لاعقلاني في حد ذاتها وبالتالي في أن مفهيم العقلاني وغير العقلاني نسبية ونسبية لبعضها البعض نسبية الطرفي العقلاني واللاعقلاني إقرار بالنسبية وبتباعة الحال إذا لم يعد هناك أي شيء عقلاني في حد ذات فيهم بغا أن يقال أنه في المقابل لا يوجد شيء غير عقلاني في حد ذاتي يعني هذا اللاعقلاني يمكن إزالته ويمكن تحتيمه يمكن أن تنتصر عليه وتنسيبه والمرور إلى العقلاني ولذلك فإننا أمام فومين نسبيين ونسبيين لبعضهم البعض إذا كان العقلاني أخذ في الاعتبار دائما هو غير عقلاني لتحسين أسليبه وتقدمه فمن الوضع أن هذا يعني ذمنا أن حدود العقلاني تتضاءل باستمرار أن العقلاني بالأمس هو عقلاني اليوم وفي المقابل ربما يكون عقلاني الأمس يعني اليوم غير عقلاني مما يعني مما يعني أن ما نقيسه بما إذا كنا نتوافق مع العقل أم لا هو فقط سبب يعني وجودنا في العصر أو إقامتنا في العصر أو وعينا بعصرنا تمثلنا لعصرنا الذي نميل إلى تنسيته أي أننا نميل إلى تخالي عن وهم الاعتقال بأن كل العقل أو العقلاني هو تم تحديده مع السبب الذي أصبح أو مع شكل معين من العقل ويمكن أن نأخذ على سبب مثال في الحال الأولى الطريقة العلمية التي لم تكن سوى التركيب دقيق وغامض في نفس الوقت لبيانات الفطرة السليمة أو الانتباعات الأولى لأنها كانت تأملية بحتة ومبنية على الدليل المباشر الذي كان بالنسبة للقدماء يمثل المثل العقلاني وغير عقلاني تماما بالنسبة للعلماء والفلاسفة المعاصرين بالنسبة للحالة الثانية يمكن أن نقول على سبب مثال أنه بالنسبة إلى كانت بالنسبة إلى كانت كان من غير العقلاني إجراء بحث كوني والذي يشكل اليوم مع ذلك بمجال علمي على وجه الخصوص يرى أنشتاين أنه جعل مشكلة معرفة أصل الكون عقلانية لذا إذا كان من غير العقلاني لهم اللجوء إلى القدرات أو حتى الأسباب النهائية لتفسير ظاهرة ما أسباب الغائية فلا يحق لنا أن نقول أنه كذلك بشكل مطلق لأنه لا يمغي لنا أن ننسى ذلك أبدا شيء ما هو عقلاني أو غير عقلاني فقط في ظروف تاريخية لذلك هل هناك سبب للحديث عن غير العقلاني؟ العقلاني الذي من المفترض أنه أصبح غير عقلاني أليس في نهاية المطاف غيابا تماما للعقل؟ كم يقول إيميليو بيتي جيدا في مقالاته عن العقلانية في موسوعة المعاني الفلسفية ألا نخلط؟ ألا نخلط حسب إيميليو بيتي نخلط في كثير من الأحيان بين اللاعقلاني وبينما هو مجرد عقلانية لم تمارس أو بالأحرى لا نعرف ما هي هذه أنها لم تصبح بعل أو أنها تحولت أنها تندرج تندرج ذمن ربما علم النفس ربما في مبحث آخر من العلوم الإنسانية على سبيل المثال يمكن أن نستحضر هنا التغير في الموقف الذي يميز الفكر المعاصر فيما يتعلق مما يسمى الموقف البدئية كان لا يزال يقال في بداية هذا القرن قرن الماضي قرن العشرين أن الأخاص البدئيين الأولين لم يكن لديهم سوى التفكير أسطوري أو سحري ولم يوضح على أطلاق ما يميز العقل وقواعد الأساسية يمكن أن نتحرث عن التفكير التشاركي الذي من شأن أن يقطع تماما معبدأ التنقض تخيل أن التفكير الجامح إذا استخدموا عنوان عمل كلود ليبيستراوس التفكير البري فهو بالتالي حصري للعقل فهو غير عقلاني ومع ذلك وفقا لهذا المؤلف كلود ليبيستراوس المقاربة الأنثروبولوجية البنيوية من الخطأ الاعتقاد بأن ما نسميه بزدراء البدئيين السكان الأوائل يفكرون أو لديهم موقف حصري لكل عقلانية حيث أن لديهم منطقان ولكن هذا غير معروف لهذا السبب وهو موجود وأكثر من ذلك أنهم يعرفون الواقع بشكل أعمق كثير مما نعرفه نحن الآن وهذه الطريقة في التفكير أو معرفة الواقع لها تأثيرت فعالة مثل طريقتنا كيف يمكن أن نفصل الخطأ في تفسير التفكير الجامح؟ لكل بساطة نقول أن ما نعتبره غير عقلاني هو في كثير من الأحيان كما قلنا عليه مع إيميليو إيميليو بيتي مقالة عن العقل في موسوعة المعاني الفلسفية مجرد العقلانية غير ممارسة وفي هذه الحالة هنا نعتقد أننا لا نتعامل مع العقل بكل بساطة لأننا لا نلاحظ ما يظهر لنا إلى أعلى درجة العقلاني التجديد والاستنبات المنطقة وإلى ذلك لذلك لدينا الآن معيار أكثر اتساق مع طبيعة العقل لتمييز متين نكونوا حقا في حاضرة اللاعقلاني والعقلاني أيضا أو بالأحرى هذا المعيار يسمح لنا برؤية أن اللاعقلاني بشكل عام ليس كثيرا وربما نفس الشيء بالنسبة للعقلاني هو حدود كلاهما محكومة عليها بالتحول بالسمرار أولئك العقلانيون لأنه لا يتوافق مع طبيعته ولا يتكيفون وأولئك غير العقلاني لأن مجالهم يعتمد بشكل واضح على ما نعتبره عقلانيين أولا وبعد ذلك لأنه يبدو أنه يشير في النهاء إلى العقلانية الذمنية التي تسكنها التي تسكنها ولو فقط لأن اللاعقلاني ينطبق فقط على كائن عقلاني كما أظهر روس في الكتاب الأول فصل 13 من الأخلاق النيقوة وماخوية كما يجب أن نتخذ كنموذج العقلاني شيئا أكثر مرونة وأكثر تكيفا مع ما يتوافق مع العقل ويبدو لأن المعيار الذي قدمه إيميليو بيتي وهو أن العقلاني هو سلسلة متصلة توجد فيها درجات لا نتوقع من الحد الأدنى الذي يوجد على السبن الثالث في السلوك الأول في الأساتير السلوك البدئي في السلوك البدئي وفي الأساتير هو أو السحر السلوك الأول أو السحر على الأكثر موجود في الأعمال الرياضية والمنطقية هي أي الأكثر تجريدة وفقا لهذا المعيار يتبين أنه من العاطفي يقع في نتق العقلاني فنحن هنا نتعامل مع العقلاني الذمني في الواقع سواء في السلوك البدئي الذي وصفه أرسته والذي يبدو أنه انتصار للعاطفي على العقلاني يعني السلوك الأول هو انتصار للعاطفي على العقلاني أو في العاطفي الأفلاتوني مقرر الرغبية غير المناظمة يمكننا أنه تجسد في مذهب متعة كالي كلاس حوارها بعنوان جورجياس ليس من الواضح أن نقول أنه هناك حضور العقلاني في الواقع عند التحليل تكشف هذه السلوكات أنها لا تقتصر على العقلاني فنحن لا نمتلك التنسر عن العقل في الحالة الأولى من المناسبة في الواقع أن نقول أن البدئيين يعتمدون حتى لو لم يسروا على قرارهم على وطنع ذلك يمكن أن نفهم ما يحدث في مثل هذا السلوك وهو أن هناك عدم تطابق بين الفرضية عالمية وحالة معينة بين ما هو كله وما هو خاص ولذلك بأن هناك بالتأكيد وجود شكل من الأشكال العقلانية وهي في هذه الحالة العقلاني الذرائعية أو الحسابية وهو ما لا يعطينا الحق في وصف هذا السلوك بأنه غير عقلاني إذا استطعنا أن نقول ذلك في نهاية المطابعة لهذا نحن سيكون ذلك فقط بقدر فقدين الدقة بسبب السدفة أو بسبب تطبيق العقل على سيرول وباختصار هذا يعني فقط أننا لسنا عقلانيين خالصين يعني لست هناك عقلانية محظة عقلانية خالصة خالية من اللاعقلاني وأن العقل في حالته النقية ربما يكون مجرد فكرة بالمعنى كانت المفهوم ليتوافق معه أي حدث أما بالنسبة للحالة الثانية حيث يتأكد العاطفي بوضوح أنه حصري لكل عقلانية فلابد من القول أولا وقبل كل شيء أن هناك أيضا وجود لشكل من أشكال العقلانية أي العقلانية ذرائعية وقبل كل شيء أنها يجب أن يقال أن العاطفي لا يصبح ممكن إلا برجوع إلى العقل باعتبارها الغاية النهائية في الواقع كما وضح سكرات بوضوح دون رجوع إلى العقلانية العليا التي هي الغاية المشتركة التي تشمل جميع الغايات الخاصة والتي هي هنا رغبات بعدد غير محدود لأن يكون هناك تحقيق ممكن هذه الرغبات ومذهب المتعة الكاليكلاسي كاليكلاسي نسبة إلى كاليكلاس الذي يهدف إلى إشباع صفصتائي الذي يهدف إلى إشباع كل هذه الرغبات سيكون مستحيلا أخيرا يمكن أن نرى أنه إذا كانت المفهيم العقلانية وغير العقلانية تتنافر فإنها أيضا متحدة متحدة وتشكل زوجي متحدة وتشكل زوجين هذا المفهيم العقلانية واللاعقلانية ويتين الفكرتين تشيران إلى بعضهما البعض العقلانية واللاعقلانية العقلانية تطلب العقلاني الذي دونه لن يكون شيئا واللاعقلاني يشير بشكل غير قبل الإختزال أو ذبنين إلى العقلاني إذا لن نتمكن من إنكار وجود مقاومة للعقلانية فهي في التحليل النهائي فقط للعقلاني غير ممارس الذي لا يتزمن مع نفسه خاتمة لهذه المدخلة التي أسميناها فذيلة العقلاني المعرفي ورذيلة اللاعقلاني الوهمي يمكن أن نقول أن تحليل علاقات الممكنة والقائمة والممكنة بين العقلاني واللاعقلاني سمحت لنا برؤية التعريف الصحيح للعقلاني أو للعقل الذي كان علينا أن نقبله أن العقل يصبح ويحدث أو بفضله بفضل العقلاني أن العقل يصبح ويحدث بفضل اللاعقلاني بفضل غيره من اللاعقل يعني لو لا العقل لما كان هناك عقل وما أن العقل غير قبل التغيير فإن العقلاني وغير العقلاني ليس نهائيين يعني العقل قابل للتغيير نعم ما أن العقل قابل للتغيير والتطور فإن العقلاني وغير العقلاني ليس نهائيين ولذلك نرى كل الصعوب الأولية في النظر في العلاقات بين العقلاني وغير العقلاني التي ينتبه عليها تعريف العقلاني على أنه يتوفق مع العقل مع معييره كل ما حق لنا أن نقوله هو أن هناك متطالبات وليس معيير وبالتالي نهرب من التثبيتية التي تختفي وراء كلمة معيير فالعقلاني ليس متطابقا مع نفسها ولذلك فهو يتخذ أشكال عديدة عبر التاريخ بالنسبة له ستكون الجريمة الكبرى هي الخلط كما رأينا بين تجسيد الذات في لحظة معاينة بكل سبب أو مع العقل المثالي وباختصار باعتباره ما هو عقلاني لأنه عند إذن يظهر موقف غير نقدي يجعله يستبعد من نفسه أعماليا عقلانية بالفعل ولكنها عقلانية معابرة عنها بشكل آخر ولذلك فإننا ندعو العقل إلى احترام متطالباته باستمرار وليس معاييرها وإظهار احترام متطالباته باستمرار وليس احترام وليس توافق الاتفاق مع معاييرها وإظهار تفكير النقدي في مواجهة ما يبدو لنا سرعة كبيرة عنه غير عقلاني وبالطبع عدم الاستسلام لأخطر خطر على وجوده هو تحجوره تحجوره واختفائه وتلاشيه لأنه عندما يتحجر العقل ينتهي إلى تخفيه هذه مدخلاتنا حول فذيلة العقلاني المعرفي ورذيلة العقلاني الوهمي هل العقلاني هو رذيلة؟ هو آخر وكأنه ضروري لوجود العقلاني وفيه فضاء والليس فذيلة وكذلك هل العقلاني هو دائماً وأبلاً فذيلة؟ أنا نرضى أنه يمكن أن تحول إلى رذيلة عندما يمارس لا معقولية وعنف وهي مناع على الحواس والعوادف والأهواء وعلى الحياة وعلى الإنسان والطبيعة كما رأينا في العقلاني الأداتي وبالتالي يتحول إلى رذيلة كيف ننقل من حالة ترذيل وإمبريلية العقل وديكتاتورية العقل إلى حالة ربما التسامح وربما السلمية ربما الاستعمال النقدي والاستعمال الحر للعقل وخاصاً عندما يفتح على التواصف وأرجو أن تكون هذه المداخلة المطولة حول العقلاني واللاعقلاني قد نالك لذاكم إلى اللقاء في مداخلات القادمة إن شاء الله